اهلا بكم في حديث العرب لقاء هذا الاسبوع مع احد كبار الفلاسفة المفكرين العرب المعاصرين الاستاذ الدكتور مراد وهبة اهلا وسهلا بروفوسور مراد اهلا بك اهلا تفضل سعداء بوجودك معنا في حديث العرب اهلا اسمح لي ابدأ بمحور انت معني به كثيرا وكتبت عنه كثيرا تطوير الخطاب الديني تقول في هذا النص لا ارغب على الاطلاق في النظر الى اي مؤسسة دينية على انها قائمة بذاتها وتفعل ما تريد لا اتقبل هذه الفكرة الدين ليس حكرا على المؤسسة الدينية ففي الاصل من حق اي انسان ان يكون متدينا وبعد التدين تنشى المؤسسة الدينية ماذا قصدت هنا اه انا قصدت ان اعبر عن مراحل معينة اي ان كانت رسالة سماوية رسالة ارضية المهم انه في تفرخ لانه هذه الرسالة تعبر عن رؤية شاملة للحياة يؤمن بها الانسان بقلبه وبعد ذلك يعمل العقل في فهم ما امن به بقلبه في هذه الحالة ينتقل الانسان المؤمن برسالة الى اعتقاده في الرسالة يعني هنا ادخل لفظ الاعتقاد نعم بعد الايمان الاعتقاد هنا او العقيدة عبارة عن بنود معينة وصل اليها العقل في فهمه لما امن به نعم ويضع هذه البنود ويسميها في جملتها المعتقد او العقيدة او الاعتقاد يبقى عند دين مرحلة تانية مرحلة الاولى الايمان الايمان بالقلب نعم ثم الاعتقاد بهذا الايمان بالعقل وبعد ذلك نصل للمرحلة التالتة اللي هي تطبيق ما امن به وعمل في عقله في هذا الايمان انه يريد ان يطبيقه في الواقع دين مرحلة التالتة نعم في المرحلة التالتة هو امام اختيارين اما انه يكتفي بانه ينفذ لصالحه الشخصي ما اعتقد فيه وهو اصلا ما امن به هو حر نعم الاختيار التاني انه يريد ان يفرض هذا المعتقد على المجتمع يبقى عندي ثلاث مراحل ايمان فاعتقاد فتطبيق اما ملزم لنفسه او ملزم للمجتمع باكمله الاشكالية بقى هنا في الاختيار الثاني انه هو يريد ان يلزم المجتمع باماقه او بمعتقده هي هنا الاشكالية قبل كده ما فيش اشكالية هو حر يؤمن برسالة يعمل عاكله فيها زي ما عايز وبعدين ينفس في الواقع لكن الاشكالية تبدأ او التناقض عندما يريد ان يلزم الاخرين بهذا المعتقد نعم هنا في اشكالية اخرى ايضا تنشأ وهي وهي انه مش بس فقط ان يريد ان يفرض المعتقده على المجتمع انما يقتل من يقف ضده في تنفيذ هذا المعتقد العنف الان وصلنا مرحلة خطيرة اه طبعا وهذا هو ما نسميه الان بالارهاب يبا اذا الارهاب في هذه الحالة عبارة عن توليفة نعم بين ما تعتقده وما تريد ان تلزم به المجتمع وتهدده باستخدام القتل اذا رفض نعم يبقى انت اذا كنت عايز فقا تتخلص من الارهاب يبقى المرحلة الاولى ناخدها بالعكس نعم المرحلة الاولى اني انا افهمه انه المجتمع غير ملتزم باعتقاده هنا ممكن يحدث الصدام نعم ايه بقى اللي بيساعد على الصدام او اللي بيساعد على الارهاب المؤسسة الدينية كيف المؤسسة الدينية عبارة عن ايه عبارة عن تجمع يعتقد في معتقد معين نعم ويريد ان يلزم به المجتمع دي اوظيفة المؤسسة الدينية طيب انت في الحالة دي لما تريد ان تلزم المجتمع بالمعتقد حتجد سند من الارهاب نعم لانه الارهاب في الحالة دي بيساعد في ايه بقى بيساعد في انه يخلص المؤسسة من المعارضين له بحيث ان المؤسسة تشعر بالهدوء والراحة والطمأنينة وتفرض معتقدها على المجتمع مش بس فقط عن مجتمع الخاص اللي عيش فيه هي تريد ان تفرضه على على جميع المجتمعات يعني تفرضه على كوكب الارض يبقى في الحالة دي هتفرضه على كوكب الارض بالقتل او بالارهاب يبقى في هذه الحالة الارهاب يبقى كوكبي ولما الارهاب يبقى كوكبي ما تقدرش تتحرر منه الا بانك انت يكون عندك مؤسسة كوكبية ايضا مضادة نعم عشان تقدر تواجه هذه المؤسسة الاخرى استاذ مراد اي مؤسسة دينية نتحدث عنها الان لانه هذا كلام خطير جدا خصوصا المؤسسات الدينية اليوم بمفهومنا للمؤسسة الدينية هي تحت مضلة الدولة اه اه اذا احتضنت الدولة المؤسسة الدينية حتدخل في صراع شاءت او لم تشاء هقولك ليه لان الدولة ليها نظام نعم اما انه هذا النظام الخاص بالدولة يكون نظام ديني او غير ديني وانا هعمل لك تغيير كده مهم في ديني وغير ديني انا هستخدم مصطلحين اصولي وعلماني اصولي وعلماني اه انا مش برحب باستخدام ديني وغير ديني هقولك ليه اتفضل لانه اذا انت بتقول دين يعني معتقد ات في المرحلة الثانية بعد الايمان نعم طيب المرحلة الثالثة انك حتلزم بقى الاخرين تلزم المجتمع اذا دخلت الدولة في تدعيم هذا الاتجاه تبقى دي دولة اصولية مش هقول العالية دينية عشان ما عملش غموض في المسألة هقول دولة اصولية يعني اصولية يعني انها تريد فرض معتقد معين بدون اي نقاش وبدون اي حوار وتلزم بحرفية النص الاعتقادي هذه الحرفية نعم التي تلزم بها الدولة التي التزمت بالمؤسسة الدينية يبقى في هذه الحالة هذه الدولة اصولية وتصبح بالتالي ارهابية لكنك هنا تتحدث كما لو كان في الدولة مؤسسة دينية واحدة فقط انا اتحدث عن مؤسسات دينية متنوعة اللي هي تدير المسائل الدينية في المجتمع اه دي بقى دي الوجه المضاد للاصولية انا اطلق عليها العلمانية يعني ايه انك تقول على الدولة العلمانية يعني معناها انه الدولة ليس من حقها ان تعتقد في مؤتقد مطلق لان في هذه الحالة تبقى اصولية تبعت خالص عن هذه المسألة لانه دي ليس من اختصاص على الاطلاق ولا هي ايضا تصلح كدولة بتعبر عن مجموع الشعب بغض النظر عن اي مزاهب او اي اصوليات الاخرين فانت هنا في هذه الحالة تقول انه الدولة علمانية عشان اوضح لك اكتر الفرق بين بقى الاصولية والعلمانية هقولك الات انه العلمانية في رأيي انا لا علاقة لا بفصل الدين عن الدولة مالوش معنى هقولك ليه لان اولا رئيس دولة مثلا رئيس دولة عايش تقوله يعني مالكش دعو بالدين يعني مالكش دعو يعني ما تدينش مثلا ما تبقاش مؤمن ما تبقاش عندك دين لا هو حر يؤمن بأي دين هو عايزه في اطاره الشخصي قناعه في اطار شخصي نعم ايوة فاذا انا مش عايز اعمل حرج لرئيس الدولة لما اقول فصل الدين على الدولة عشان امنح هذا الحرج فالعلمانية عندي معناها التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو نطق يعني ايه لمعنى يعني يعني رئيس الدولة مؤسسات الدولة لما تتناول اي مشكلة ممنوع انها تتناولها في اطار معتقد ديني لانه ستنزلق من حيث لا تدري نحو الاصولية وفي الحالة دي المؤسسات الدينية تبقى بديل الدولة باختصار اذن على الدولة وهي بتتعامل مع مشاكلها تتعامل مع شاكلها على انها مشاكل نسبية يعني معناها مشاكل بتتغير وبتتطور والحلول بالتالي بتتغير ايضا يعني مثلا انت عايز بتواجه مثلا انفجار سكاني وعندك اراضي واسعة جدا ومحتاجة لهمال انت بتشجع ذات الناس لك نفرض عندك بقى اراضي مزروعة مكتملة والعمال موجودين ما عندناش مشكلة يبقى في الحالة دي انت بتقف ضد ذات الناس لانه يبقى معوق للتنمية لان انت اصبحت محدود ومضطر انك انت تراعي هذه المحدودية والتكلفة عالية بوجوده فبالتالي لازم تشجع على تخفيض الناس نعم او على ضبط النفس يبقى مرة انت تعمل ضبط نسل ومرة تعمل انفجار نسل تبع الظروف نفسها في التحاد السوفيت زمان يعني كان يحرض النساء على الولادة والنساء طرطلت ليه بيحرضهم لانه محتاج عمال لعدد مهول جدا نعم فاذا المسائل كلها مسائل نسبية في اطار مشكلات الدولة نعم الاصولية معناها التفكير في النسبي بما هو نسبي التفكير في النسبي بما هو مطلق وليس بما هو نسبي يعني لما تيجي المؤسسة الدينية وتعرض عليها اي مشكلة نعم هتحط حالك تحت المطلق تحت المعتقد المطلق وفي الحالة دي تكبلك بالحل اذا على الدولة ان تكون علمانية بالضرورة وبالتالي لا علاقة لها بالمؤسسة الدينية نعم تقول ايضا في هذا الاطار بروفيسور مراد وهبة المؤسسة الدينية في حاجة الى ان تطور نفسها كيف تطور نفسها وانت تقول انها هي نواة الاصولية في المجتمع ايوة ماذا هنا بقى نقد ذاتي ممكن يعني انه المؤسسة الدينية تعمل انعكاس على معتقدها وتشوف اذا كان المعتقد باكمله في مواجهة مشكلات المجتمع طب تعمل ايه عايزة تنزلك وتعالج مشكلات المجتمع بمعتقد مطلق يبقى فيه صدام عايزة تتحاشى بقى الصدام نعم تعمل ناخد ذاتي ايه بقى الناخد ذاتي ان يبقى المعتقد اللي هي مسؤولة عنه المؤسسة الدينية تبقى هي ملتزمة فقط في حدودها بانها تمارس هذا الاتزام نعم لكن بشرط انه هذا الاتزام يبقى له حدود محدود بالمؤسسة نفسها اما اذا تجاوزت المؤسسة الدينية حدودها الى الخارج يحصل الصدام طيب افرد المؤسسة الدينية وجدت حرج في عمل نقد الذاتي حتضطر تصدد انما اذا عملت نقد ذاتي هتجد نفسها منطرة ان هي تنظر الى الاخر ما تنفهوش لانه نفي الاخر ده خاص بالاصولية الدينية اذا هي مش عايزة تنفي الاخر يبقى تنفتح عليه اذا انفتحت هتضطر تعمل تعديلات نعم وهي ملتزمة بذلك نعم هقولك لي لو احنا اخذنا مثلا في اوروبا في القرن الثلاثة عشر كان في بداية العلمانية بداية نعم متمثلة في انه كان وقتها في اوروبا في فريدريك الثاني امبراطور المانيا كان واقف ضد النظام الاخطاعي واقف بالتالي ضد المؤسسة الدينية الدينية اللي كانت بدعم النظام الاخطاعي لكن هو كان بدعم الطبقة التجارية الصاعدة نعم ودي كانت مصالح ضد الاخطاع وضد المؤسسة الدينية طب عمل ايه بقى فريدريك الثاني المساشرين بتوعه واشاره عليه قالوله شوف ات ما عندكش حل الا انك انت تصدر قرار سياسي بترجمة مؤلفات الفيلسوف الاسلامي ابن رشد ابن رشد ونتوقف معك عند ابن رشد لانه عندي الفاصل الفاصل الاول في هذا اللقاء وعندي مجموعة اسئلة عن ابن رشد طيب بعد الفاصل اذا نواصل هذا الحوار مع المفكر المصري المعروف البروفيسور مراد وهبة قاطعتك وانت بروفيسور مراد بدأت تتحدث عن الشخصية التي كتبت عنها كثيرا واريد ان اناقشك في بعض افكارها ابن رشد اجوا تريد ان تكمل القصة اولا اكملها فضل عشان دي هتوضح اكتر الدور المفروض يؤدي ابن رشد الان نعم فلما اشاروا على فريدك الثاني انه يصدر قرار سياسي بترجمة مؤلفات البيسوف الاسلامي ابن رشد فوافق على ذلك لان افكاره هي اللي هتساعدك على ان احنا نقضي على الاخطاع والمؤسسة الدينية التي تدعم هذا الاخطاع وقتها وقتها يبحثون عن حل للخروج من هيمنة الكنيسة ايوه 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 ما من هنا اهمية دور ابن رشد الكوكوبي او الدولي العالمي نعم هو مش فقط مرتبط بالعالم الإسلامي وحتفهم خطأ ابن رشد اذا تصورت انه محصور في العالم الإسلامي هو تجاوز العالم الإسلامي بس من فرقة هنا ان العالم الإسلامي استبعد ابن رشد ولذلك انا عندي عبارة تقول ابن رشد ميت في الشرق حي في الغرب الى اليوم الى اليوم ايوه نعود الى القصة اهولا فترجم ترجمت كتب ابن رشد نعم في ألمانيا ترجمت كتب ابن رشد اه ايوه وبدأت حركة في اوروبا بالذات في فرنسا وايطاريا سميت الرشدية اللاتينية لان انصار الرشدية اللاتينية بيحتضل افكار ابن رشد وباللغة اللاتينية فسمي الطيارة الرشدية اللاتينية الطيار ده بيقول ان احنا من حقنا ان احنا نؤول النصوص الدينية بالعقل بالعقل طفقا لما قاله ابن رشد لان ابن رشد يرى ان النص الديني له معنايين معنى ظاهر ومعنى باطن المعنى الظاهر ده المعنى الحسي والمعنى الباطن اللي انت تكتشفه بالعقل نعم وقلت مثلا انه الله يجلس على العرش مثلا هل فعلا فيه عرش لا طبعا نعم فانت تؤون بقى تؤون اللبز الحسنة وتقول لا ده هو المقصود بي انه الله يهيمن ويتحكم في الكون بأكمله وبالتالي كما لو كان ملك قاعد على العرش اتيار المضاد خشي انه هذا التأويل يفسد النص الديني ايوة نعم وبالتالي المؤسسة الدينية التزمت بحرفية النص الديني بالحرفية بالحرفية نعم عرش عن عرش تمام تفسير حرفي حسي ايوة نعم ولذلك ابن رشد له تعريف للتأويل تأويل النص الديني مهم جدا انه اخراج اللفظ من الدلالة الحسية الى الدلالة المجازية المجازية نعم نعم فانت وقال عبارة تانية لا تكفير مع التأويل لا تكفير مع التأويل اذا انا اولت النص الديني او اتكفر لا تكفر هو اجتهاد محاولة نعم اجتهاد او محاولة لقراءة النص وبالتالي لا اجماع مع التأويل عشان عشان فيه اجتهاد زي ما بتقول زيادك فطبعا الاجتهاد يتعدد نعم فلما يتعدد ما يوجدش فيه اجماع نعم انت انت غاتل نهارده العالم الاسلامي مرتزم بالاجماع حتى مؤسس للجامعة العربية تشترت الاجماع يعني مؤسسة دينية ازاي كان زمان السنهوري باشا كان عنده رسالة الدكتوراه وخذها من الصربون عن الخلافة الاسلامية نعم فهو كان له رأي لما نشأت الجامعة العربية قال كويس او الحمد لله اساسها اسلامي اساسها اسلامي اه سنهوري باشا اللي بيقولوا عليه انه كان بيدافع عن الديمقراطية واستضم بعبد الناصر بسبب الديمقراطية هذا وحد تروج له الجماعات الاسلامية علشان تغزي السنهوري خفية نعم خلني اعيدك الى ابن رشد نعم انت بكل وضوح مهتم بشكل خاص بابن رشد لماذا ابن رشد تحديدا ما الفرق عن الفارابي او ابن سيناء او حتى تيار المعتزلة اكوش او السؤال ده انا ليه اهتمت بابن رشد دون غيره من الفرق من الفلاسفة المسلمين لان ابن رشد هو الوحيد اللي عمل طيار في اوروبا ادى ادى الى نشأة العلمانية صاحديني تنوير لبرالية كل ده فيه اعود واكرر اننا ما زلنا نعيش في القرن الثلاثة ايوان على الرغم من اننا في القرن الواحد والعشرين طبعا انت تقصد ابن تيمية انه ما زال فكره حاضر وربما مهيمن تمام يبقى انت متخلف من القرن الثلاثة الى القرن الواحد والعشرين يعني ثمان قرون انت عايز نخبة من الوزن التئيد علشان تخرجنا من القرن الثلاثة عشر ايوان تمام طيب يقالوا عني تقول يقالوا عني انني اعود الى التراث ولكن انا لا اعود الى التراث انا اعود الى كائنات حية وهما ابن رشد وابن تيمية فهذه كائنات حية لم تمت وما زالت تعيش حتى الان ايوان اه انا اوضح لك موقفي من التراث نعم ايبا احكيت التراث عندي المصطلحين الوضع القائم والوضع القادم الوضع القادم ده معناه رؤية مستقبلية نعم صحيح طب انت بتكون رؤية مستقبلية امتى لما الوضع القائم يدخل في ازمة لما يدخل الوضع القائم في ازمة طب حفظ عن القادم وغير صالح نعم ولابد من تغييره نعم فابتدي افكر في وضع قادم قادم نعم كويس صحيح الوضع القادم ييجي يزيح الوضع القائم المأزوم والوضع القائم المأزوم ينزاح من الحاضر الى الماضي لكن هو اصلا الوضع القائم كان اصلا وضع قادم وبعدين دخل في ازمة نعم فاذا التراث اصلا وضع قادم نزل على الواقع بعد مدة تأزم دخل في الماضي نعم واصبح يسمى التراث فاذا انا عندي يبقى في الحالة دي في التراث في نوع كان اصلا رؤية مستقبلية وتنفذ وبعدين دخل في ازمة ورحل ايه للماضي وانتهى في نوع تاني بقى في التراث كان اصلا ايها رؤية مستقبلية بس لم نعم تنفذ في الواقع نعم فتصبح حية وتخرجها من التراث علشان تدخلها تؤدي دورها نعم في انها تنطلق على الواقع وتغيره وبعدين طرحا الى الماضي ابن رجد ابن رجد لم تمارس عليه مسألة انه وضع قادم وتنفذ لم ينفذ حتى الان فهو مازال وضع قادم نعم مازال يعني مازال رؤية مستقبلية الى اليوم الى الان لما يستخدموا ابن رجد وينقذوا انفسهم ويخرون من التخلف بعد كده يحصل التطور ممكن ابن رجد يدخل في ازمه يروح للتراث ونتهي تعملي طيب اعود الى السؤال لماذا العقل الاصولي كما تسميه يبحث عن حلول الراهن في التراث في الماضي ايوة لانه هو العقل الاصولي بحكم تكوينه نعم هو عقل مطلق وليش عقل لنسبي يعني عايز كل حاجة تبقى حقيقة مطلقة ويستريح لكن بيأثر على غيره وبيجيبه وراء فاذا يعني العقل هنا الاصولي هو نقيد اي تطور نعم لكن هو من حقه يكون عنده عقل الاصولي بس بلوش جاوبين خالص لا يفرض خليه في حاله نعم تقول المناخ منذ القرن الرابع الميلادي في مصر هو مناخ اصولي وذلك منذ ان حاولت الفيلسوفة هباتيا في مكتبة الاسكندرية ان تمزج بين الافلاطونية الحديثة والمسيحية فكان رد فعل المسيحيين هو قتلها هباتيا ما هي زيها زي ابن رجد ابن رجد في العالم الاسلامي وهباتيا في العالم المسيحي هباتيا في القرن الرابع ابن رجد في القرن الاثناشر نعم يعني هباتيا سبقت ابن رجد في البهدلة وفي الاضطهاد نعم حصلها ايه هي كانت مغرمة بالفلسفة اليونانية نعم وفي نفس الوقت هي مسيحية فارادت انها تعمل توليفة بين العقيدة المسيحية او ايمانها المسيحي وبين الافلاطون نعم جت الكريسة قالت ممنوعة منعا باتا انه واحد يعمل توليفة مع العقيدة المسيحية العقيدة المسيحية ملتزمة ببنود معينة وممنوع منعا باتا الاستعانة باخرين نعم انت استعانتي بافلاطون يبقى كده انت ملحدة وخطرة على المسيحية صدر قرار من البابا بختلها فقتلت لانها متأثرة بافلاطون لانها تريد ان تستعين نعم بمناس الأخرى فكرية نعم في تدعيم معتقدها هي حرة وفلت الكنيسة الأرثوزوكسية المصرية نعم ملتزمة بعدم انها تستعين بأي عنصر أجنبي طيب نتوقف قليلا فاصل وأعود لأسألك أيضا عن الفلسفة وأهمية الفلسفة خصوصا في مناهجنا في مناهج التعليم بعد الفاصل اشتركوا في القناة هذا الحوار مع المفكر العربي مراد وهبة بروفسور مراد في عام سبع وتسعين الف سمئة وسبع وتسعين تقول طلب مني رئيس الجامعة التوقف عن تدريس مادة الفلسفة للطلاب في المرحلة قبل الدراسات العليا والاكتفاء بتدريسها لطلاب الدراسات العليا فقط والذين كانوا ثلاثة طلاب فقط كانوا ثلاثة طلاب رئيس الجامعة قال لي وقتها إن الطلاب لا ينامون من أفكارك هذه قصة حقيقية حقيقية لماذا الخوف من الفلسفة عرصت وكان له تعبير جميل كده يقول لك الدهشة أم الفلسفة جميل يعني عشادت الفلسف لازم تكون في حال الدهشة مندهش نعم يعني في حال الدهشة يعني يكون عندك إحساس أو وعي إن فيه تناقض أمامك هذا التناقض أنت يزعجك فتبتدي تلاشيه دي مهمة الفلسفة والإنسان عموما في حال الدهشة من تواصلة وبالتالي فهو في حال التفلسف متواصل ده مزعج لأنك دايما في حالة اكتشاف للتناقضات وعبا سبحان الله نعم مش هتنام مش كده فكر على قول أيها طبعا نعم يعني تبقى أنت في وضع نوزك مزعج بالنسبة النفسة كبير يعني فأنا بمارس هذه المهمة مع الطلاب يعني دايما التفكير البحر أحردهم نعم على الدهشة وأحردهم على البحث عن تناقضات فدي تبقى مزعجة وهذه تساهم في صناعة العقل الناقد العقل النقدي أيوة أيوة ما هو أقول لك كويس أنت نقطة مهمة العقل الناقد هو عبارة عن أنا في تقديري أنه كل إنسان عنده عقلين عقل يفكر وعقل ينقب ما يفكره فيه جميل فالعقل الأولان ده عقل مفكر والتاني العقل الناقد فالعقل الناقد ده نعم بيشتغل على العقل المفكر طب أنت لما تيجي تشغل العقل الناقد تبقى في وضع مزعج لأنك عمال تفكر وتراجع اللي أنت بتفكر فيه وممكن تغيره نعم فإذن الفلسفة في نطاق العقل الأنقل جميل جميل طيب أنا بمارس وظيفتي كأستاذ فلسفة في هذا الإطار فأنا فوجئت في سنة 1974 وأنا بدارس الطلباء كانوا فلسفة سنة ثالثة نعم خد بالك فلسفة سنة ثالثة يعني مروا على سنة أول فلسفة وسنة ثانية فلسفة وجوني سنة ثالثة بمارس معاهم مهمتي لقيتهم منصرفين قلت لهم أنا بلاحظ أنكم منصرفين عني قالوا لي أيها قلتوا ليه قالوا لي لأن كل الأفكار اللي عندنا إحنا وغدينها من الدين أنت أفكارك جاية من حتة تانية من نجدع وبيك بقى ومن هنا إحنا غير منصطين لك قلت لهم طي أخرج ما أصبحت أنا مليش لازمة نعم قالوا لا 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 خليك ما تخرج قلت لهم زي ما أنت عايز بس إحنا مش معاك طب كانت النتيجة يبقى أنا الأفكار بتاعتي بدأت تهرب كل ما أتكلم ما بلقيش أفكار ليه ما أنا مش لقي ناس قدام نعم فبدل ما المحاضرة تبقى ساعة ممكن نص وامشي وكنت وقتها الرئيس قسم الفلسفة فموجود في مجلس كلية نعم فأنا قلت لهم لأعضاء مجلسة كلية أحب أقول لكم إذا جت شكاوى عني أن أنا بخرج قبل المعاد ما بكملش المحاضرة الأسباب واحد دي ثلاث ها 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 تعرف رد الأسجزة أقول لي إيه برحتك أخرج زي ما أنت عايز فاكتشفت أن فيه تحالف بين الأسجزة والطلب طلبة فبدأت أفكر في دور الإخوان المسلمين في المؤسسة التعليمية كان لهم يد في هذا الموقف يعني كان لهم يد في محاربة الفلسفة التي هي تسهم في تشكيل العقل النقدي داخل أسوار الجامعة تمام وهقول لك مرحلة سابقة كمان على مرحلة 74 قبلها كان أفتكر في 60 حاجة كده كان كمال الدين حسين وهو من كبار الظباط الأحرار الإخوانيين كان وزير التعليم كان إخواني طبعا ده قيادة إخوانية ضخمة كمال الدين حسين كان وزير التعليم فأصدر قرار بإلغاء تدريس الفلسفة في المرحلة السنوية كان سنة سنة ستين ستين أيها أنا كنت مشرف على صفحة أدبية في جريد وطني فأنا كلمت رئيس تحرير كان وطاع عزيز مرزة كان أصل رئيس تحرير الأهرام نعم وستنير جدا فقلت له الموضوع كذا كذا قرار الظهر كمال الدين وإحنا لازم نقف ضده قال لي أنا موافق عمل مقالة الفتاحية هاجم فيها القرارة بتاع الوزير وحرط الأساس الكبار نعم أمسال الدكتور عثمان نامين دكتور ريسول مراد دكتور زاكي نجيب يكتبوا مقالات ضد هذا القرار وفعلا عبد الناصر بعد ما قرأ لغى قرار كمال الدين حسين وأعاد الفلسفة إلى التنوية إلى تعليم السنو بعدها كمال الدين حسين لم يتوقف لغى القسم اللي أنا فيه قسم الفلسفة لغاه تماما وأصبحنا كنا تماما أساسا خارج جاية التدريس من ناشي لقد شوفوا العنف بتاع الإخوان المسلمين ضد الفلسفة منذ زمن دينة بعد كده 74 لما وصلت طبعا في 81 أنا فصلت من الجامعة بقرار من الرئيس السادات والقرار بينص على أني أنا أخطر أساس في الجامعات المصرية على النظام السياسي على النظام السياسي هيوة أنا قرأته طبعا هذا بتحريض الإخوان طبعا والساداتي عرفية عني بقى الإخوان بالداخل الكلية بالداخل الكلية عملوا التقارير بتاعتهم نعم وهقولك الدليل الكليات التربية كان مؤتاها في سنة 81 عددها 18 دلوقتي عددها 28 أنا الوحيد في 1981 الذي فصل الأستاذ الوحيد الذي فصل من كليات التربية ما رأيك يبقى إذا ده بقرار من التنظيم الدول إخوان لأنه كليات التربية هي مرتعهم بتخرج إخوان نعم طيب بنتوقف عند هذه القصة في الجزء الثاني من هذا الحوار أريد أن نكملها لأهمية التعليم وكلية التربية تحديدا لجماعات الإسلام السياسي ولكن الأسبوع القادم نكمل هذا الحوار مع الفيلسوف والمفكر المصري المعروف الدكتور مراد وهبة نلتقيكم من الأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر